بالاهل والمصري شفت المباراة الشخصة زي مباراة هو طبعاً احنا مباراة كنا منتظرين الحج عامر يعدل المعادة بتاع المباراة على طبعاً منعرف أن توقيت مباراة الاهل هو نفس توقيت مباراة الزمالك بس طبعاً منظر نردي قلوق الوقت المباراة ما تعدلتش طبعاً مطش مهم جداً بالنسبة لجماهير النادي الاهلي وخاصة أن مباراة الاهلي والمصري دائماً مباراة بيبقى فيها حماس وفيها ندية وفيها ترقب من بدري جدا والناس بتبقى عدم استنية المباراة وبرضو لأن الكابتن علي ماهر فترة اللي فاتت كان متولد نادي فيوتشر وهو لعب الندوم النادي الأهلي أربع مباريات هو خسر صحيح مباراة لكن تعال في ثلاث مباريات مبارياته دايما باستمرار الكابتن علي بيبقى فيها ندية قدام النادي الأهلي وهو حافظ سكولر وحافظ طريقة اللعب بس الأدوات اللي كانت معاة مبارح في المطش غير الأدوات اللي موجودة معاه في الفيوتشر لأنه برضو لسه داخل على اللعبة جديد لسه ما تعودوش على طريقة لعبه على أسلوب لعبه في الملعب فهو من أول المطش ابتدى داغت طبعا كان معتدت أول مباراة لي مع ناصر بوسعيدي فأعتقد لسه بيطبعه على بعض لو يجزل لا بسهولة تولى المصر قبل كده من فترة وفي أغلب لعبة موجودين في الملعب هو أدربهم قبل كده بس طبعا انت عارف نهاية موسم خلاص وكله تقريبا اللعبة كده ما فيش حاجة في دماء غير مصطلح خدنا أجازة يعني مبارح ده مطش خدنا أجازة هتلاقي لعبة النادي المصري كل تركيزهم هناخد أجازة إمتى؟ هناخد إمتى الراحة بتاعتنا نفس القصة برضو النادي الأهلي طبعا انت عارف ان هم كانوا آخر مطش بالنسبة لهم الراجل كولر كان وعيده من الفترة دي او المدير الفني كولر هم هياخدوا أجازة لمدة 3 أسابيع فالمطش كان مطش مهم جداً بالنسبة له دماء ما هير نادي الأهلي ودماء ما هير نادي المصري برضو اللي خرجوا من كسر رابطة نهائي كسر رابطة وكانوا متمنين انهما يكسبوا مطش زي ده عشان يوصلوا شايف هي مبارك ويسها شايفها مبارك كان فيها ندية الأهلي صحيح مكانش فيه الشغى الأول على الأقل وكانش فيه هجمات قوية من نادي الأهلي على النادي المصري بسبب ضغط النادي المصري عليه لكن طبعا والشنوه طبعا مبارح أنقذ لعبة شوط الأول مصري كان هاي داخل حماس ومسك ملعب وعارف وبيعمل ايه اي حد بيتورج على المطش ده هيعرف ان النادي الأهلي هيسيب الكرة لنادي المصري طبعا هيسيب له الكرة هيسيب له المطش خالص يلعب براحته لان النادي الأهلي المسم ده لعب ستين مبارا ده عدد كبير جدا صحيح كولر عمل تدوير كتير للعيبة وابتدى دخل حوالي من 30 إلى 35 لعيب تقريبا طوال المسم بس برضه المخزون البدن عند اللعبة خلاص ينتهي مش قدروا يكمله ابتدى النادي الأهلي يباني الشوط المسم كان متصل المسم متصل ده حقيقة 289 يوم يعني رقم كبير جدا على لعيب كوران هو سبب الشوط الأول كله النادي الأهلي وطبعا كان مجاسفة طبعا تشوفت مبارح الشنوه أنقذ هدف من مروان حمدي وعلى فكرة مروان حمدي مبارح هو كان أفضل لعيب النادي المصري مبارح بصرف النظر أنه هو أحرز هدف هو فعلا الوحيد اللي كان بيتحرك هو الوحيد اللي كان مكمن خطور على فريق النادي الأهلي نرجع للمرجوعنا أنه كولر ساب الشوط الأول كله سابه يعتبر النادي المصري كان كلها كورة في نص الملعب الشوط الثاني موضوع ظهر خالص بالنسبة لكولر ودي ميزة من ميزات كولر على فكرة أنه هو دايما بيقرأ المنافس بيبقى عارف المنافس عازق من المطش بيحط السيناريوهات للمطش هو ده اللي عمله مبارح طبعا المطش مبارح طول نظرا ليه كان فيه بعض الرعونة في إنهاء الهجمات من النادي الأهلي مبارح خاصة أن الشوط الثاني نادي المصري استسلم تماما للنادي الأهلي وكابتن علي كان تقدر تقولي كده حط العشر لعيبة تحت الكورة يعني احنا مبارح شفنا فرقة النادي المصري كلها بالدفع حتى فيهم مروان حمدي في الشوط الثاني الشوط الثاني طبعا الشوط الثاني فأي طبعا هم كان الهدف من المباراة إن النادي الأهلي لازم يفنش الموسم بفوز وده هم مبارح يدروا يوصلوله ويدروا يعملوا ده مبارح وخدوا للمطش من النادي المصري مراكبة عصيبة مراكبة كويسة يعني أنا شاف إن جميل النادي فرحانة مبارح وشفت الردود لأفعال جميل النادي أهلي مبارح إنها فرحانة من المطش كولر والسياسة في تدوير اللعبين ما بيبقاش عارف هو ناوي على إيه ناوي يعمل إيه كل مباراة زي ما حضرتكوت لسه بتقول بتبقى ماشية بما يتناسب مع المباراة مالوش سيستم واحد ماشي عليه بس إحنا كنا شايفين إن فيه لعيبة حتى برغم إنه هو بيمارس سياسة التدوير ما كانش اللعبة كفاية قندوسي هل حيبقى عنده فرصة تانية بعد لما جاب الجون وشفنا اللي حاصل ده كولر حيقوله تعالى بقى ولعب وليك مكان وحيبتدي يعتمد عليه أكتر هي مشكلة للقندوسي إيه مع كولر إنه هو دفاعيا ضعيف لكولر دايما بيحتاج لعيب بمواصفات هجومية ودفاعية في نفس التوقيت بيبقى لي دايما أدوار في المطش دفاعية بيحتاجها في بعض المباراة مش أقول في كل المباراة فهو مبارح مطش هو كان محتاجه في المطش واستعام به في المطش مبارح وقبل بلاء حسن مبارح في المطش بس أنا وجهة نظري واللي أنا عارفه إنه قندوسي لأ هيطلع أعارة من نادي الأهلي ما أعتقدش إنه هيكمل مع نادي الأهلي حتى بعد مبارح الأداية الجادة نعمل مبارح لأنه فعلا هو لسه لم ينسجم دلوقتي إرغاد دلوقتي منا مع القرى المصرية ما نسجمش تحس دايما ما لعيبش كفاية ماشي ما هو النهاردة هيلعب على مين هنسجم إزاي ما غير مالح ولعيبة كثير بتمنى النفس إنها تبقى موجودة في تشكيل الأساسية وإنتي شفتي أفشا عافر إزاي وعمل إيه علشان يوصل تاني للتشكيل الأساسي وبيتمرن أكتر من الأول يعني أفشا بيتمرن ساعات برا النادي في جيم لأ اللعيبة عايزة تبقى موجودة القندوسي أعتقد إنه هو لأ مش هيبقى ليه فرصة مع كولر فترة جاية وأعتقد إنه هو ممكن يطلع أعارة النادي الأهلي مش هضحي به هو برومسين جاوي وشايفينه إنه هو مستقبل فمعتقدش إنهم هيدحوا به لكن ممكن يطلع أعارة وده الأقرب أعتقد في فترة الجاية إنه يطلع أعارة لأنادي من الأندان المصرية على اعتبار إنه هو يبتدي يأخذ على الأجواء لأنه فعلا مش قادر يأخذ على الأجواء على فكرة ورع أو ألم ونبتدي نعمل كشف حساب للموسم اللي خلص بنبارح بقى بالنسبة لعيبة الأهلي لو أنت مسك ورع أو ألم وبتعمل لهم كل واحد كده ما له وما عليه مين أبرز ناس هتجي في مخك وحتقول لكل واحد فيهم إيه الشناوي طبعا يعني الشناوي عمل مطشط كبيرة جدا مع نادي الأهلي الموسم ده وكان ليه دور كبير جدا في مطشط كتيرة جدا وهو بصراحة هو وشوبير وعلي لطفي وحمزة ومصطفى المجموعة كلها هم بيشدوا بعض بيشدوا بعض طبعا الشناوي طبعا شابو برافو عمل موسم ممتاز علي معلول مش يعني من أفضل المحترفين اللي هم فيه آآ تاريخ الكرة المصرية مش عشان خاطر أداءه آآ داخل الملعب لأ أداءه داخل الملعب واختريج الملعب سلوكيا في كل تفصيل علي معلول بيبقى موجود آآ عمل طبعا أنا شايف أنهم من أفضل المحترفين لجم تاريخ الكرة المصرية آآ حسين الشحات يعني من اللعيبة اللي فارق جدا مع النادي الأهلي جدا جدا في الشق الهجومي وآآ كولر بيعتمد عليه بتفاصيل كتيرة جدا في الملعب وبيعمل له أريحية جدا في الملعب لكولر إنه يقدر يغيره في التكتيج بتاعه آآ ديانج ما فيش كلام أقدره على ديانج غير إنه يعني ممتاز عمل مطشط مهمة جدا واحد من أهم اللعيبة في النادي الأهلي آآ بيعني بس كهربا يعني كهربا أنا شاف اللعيب كبير ولعيب كويس طبعا بس كهربا ما زال ما زال حتى وقتنا هذا خمسين في المية جوا الملعب كزه وكتفكير وتركيز وخمسين في المية مع الكاميرات والجمهور لو كهربا إدى المية في المية جوا الملعب هيدي انتقى أكتر من كده بكتير لإنه هو برضو من هدفين للأهلي آآ مروان عطيها برافو إنه أنت تيجي من تحدي السكندري نادي جماهير كبير وليه وضعه بس طبعا الضغوط بتاعت الجماهير الأهلي غير طبعا آآ مروان ممتاز يعني كويس اللي بيعملها إنه هو قدر يوصل للمرحلة دي في التوقيت الصغير ده وإنه يخش جمع بالنادي الأهلي آآ فيه كتير كولر طبعا يعني هو من كتر سياسة تدويري اللي عملها إنت بكل اللعيبة بتدور في مخدراتي